السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او اعني يعني لا تخف من الاعراض الاختصاص نصب اسم بفعل محذوف تقديره اخص او اعني اولا جملة الاختصاص تجدها بمثابة جملة اعتراضية يعني تستطيع الاستغناء عنها في الكلام شروطه يشترط ان يكون الضمير يا اما ضمير متكلم او مخاطب لا بد ان تجد في اسلوب الاختصاص ضمير متكلم او مخاطب انا نحن او مخاطب انت انت انتما انتم انتنا المخصوص لا بد ان يكون يا اما اسما ظاهرا او لفظ ايها او ايتها حالات الاسم المختص وحالات المختص لهذا الاسم يا اما ان يكون معرفا بال مثل نحن المسلمين متصدقون معرفا بالاضافة انتم تلاميذ القسم مجتهدون لفظ ايها وايتها مثل انت ايها الرجل ماهر وأنت أيتها الطالبة محترمة أحيانا تجدها بين مطتين مثل المسلمين هنا أشرح لكم بشيء من التفصيل نذهب للمثال الأول حين قلنا نحن المسلمين المسلمين متصدقون هل توفرت في الشروط؟ نعم جاء الضمير ونحن ضمير متكلم جامعة المتكلمين ثم جاء المخصوص معرفا بأل وهنا هذا يعني خبر للضمير أولا كيف تعرف أسلوب الإختصاص تستطيع الاستغناء عن المسلمين تستطيع أن تقول نحن متصدقون مباشرة هنا هذا أسلوب إختصاص لماذا؟ لأن فيه الشروط المذكورة وهي الضمير جاء ضمير متكلم وجاء بعده إسما منصوبا مخصوص نصب الإسم بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني ما هو تقدير هذه الجملة؟ أقول لك باختصار شديد نحن تقدير الكلام هنا أخص المسلمين أخص أو أعني لذلك قلنا نصب الإسمي هذا الإسم الذي تجد بعد الضمير يكون منصوبا أولا بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني يعني تصبح لديك هذه الجملة التي بعد الضمير تصبح وكأن فعلها محذوف فهنا يصبح أخص والفعل الضمير تقديره أن المسلمين مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني هذا هو المقصود في إعرابه كيف نعرف أسلوب الإختصاص مثلا في هذا المثال أركز معي جيدا قلت لك أسلوب الإختصاص تجد هو كأنه جملة اعتراضية نستطيع الاستغناء عنها احذف المسلمين ماذا يبقى؟ نحن متصدقون نحن مبتدى ومتصدقون خبر أيضا أن هذا الاسم الذي تجده بعد الضمير تجده منصوب ما هو العامل أو السبب الذي أدى إلى نصبه هناك فعل محذوف تقديره أخص أو أعني وكأن الجملة معناها نحن أخص المسلمين أو أعني المسلمين فهي مفعول به منصوب بفعل محذوف منصوب على الإختصاص بفعل محذوف يعني في الإعراب نقول نحن ضمير ضمير منفصل منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ المسلمين نعراب المسلمين وقلنا أن قبلها فعل محذوف فتكون أخص والفاعدة من المسلمين تقديروا أنا والمسلمين مفعول به إذلك نقول مفعول به منصوب على الإختصاص بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني وعلامة نصبه علامة نصبه ما هي علامة نصبه هنا؟ مسلمين جاء جمع مذكر سالم وعلامة نصبه أليا لأنه جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم أولا نجده في جملة لا بد أن يكون فيها الضمير يأتي بعد الضمير اسم منصوب هذا الاسم نصبه فعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني ثم ما بعده يكون خبر فنقول المسلمين مفعول به منصوب على الإختصاص بفعل محذوف تقديره أخص وعلامة نصبه لياء لأنه جاء جمع مذكر سالم متصدقون بما أنه لدينا مبتدأ يا جمع ماذا ينقصنا؟ سينقصنا ستقول لينقصنا خبر فمتصدقون تعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم باختصار أعطيكم أمثلة أخرى لو قلت لك نحن التلاميذ مجتهدون هذا المثال مثله يبقى لأعرب نفسه إلا أنه من الذي يتغير تلاميذ تصبح مفعول به منصوب على الإختصاص بفعل المحذوف تقديره أخصه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تغير لأنه هنا جاء جمع مذكر سالم وهنا جاء اسما عاديا فإحذف التلاميذ نحن مجتهدون نستطيع الاستغناء عنها لذلك قلت لكم وكانها تأتي جملة اعتراضية نستطيع الاستغناء عنها كيف تتكون لنا هنا جملة؟ لابد أن يكون الفعل المحذوف أخصه فاعله ضمير مستطير تقديره أنا ثم المفعول به المنصوب على الإختصاص هو التلاميذ هذا باختصار شديد يعني احفظ هذا الإعراب أو طريقة إعرابه فقط هذه الطريقة الأولى يأتي ضمير ثم بعده اسم منصوب ثم يأتي الخبر هذا الضمير الأول دائما يكون ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ما بعده يكون خبر ما بعده يكون خبر يعني هذا ينبغي أن تحفظه هذا فيما يخص المثال الأول احفظ نحن ضمير منفصل إلى آخره ثم ننتقل بكم الآن إلى المثال الثاني لو قلنا في نحن تلاميذ القسم يعني هذا المخصوص كيف يأتي؟ لذلك أشرت لكم هنا حالات المخصوص يأتي معرفاً بأل مثل المسلمين ويأتي معرفاً بالإضافة مثل تلاميذ القسم لو قلت لك في هذا المثال أنتم تلاميذ القسم مجتهدون مجتهدون احذف تلاميذ القسم أنتم مجتهدون نستطيع الاستغناء عنها وكأنها جملة اعتراضية لذلك هذا أسلوب اختصاص فنلاحظ أنتم تلاميذ بما أن الإسم هنا جاء منصوب هناك عامل أدى إلى نصبه فتقدير الكلام أنتم أخص أو أعني تلاميذ القسم أعني أنا تلاميذ نفعل به إذن نقول أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدى ثم تلاميذ نقول مفعول به منصوب على الاختصاص على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أعيد أنتم ضمير المفصل نبدأ على السكون في محل رفع مبتدى تلاميذ مفعول به منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف لذلك قلت لكم قد يكون معرفا بالإضافة لهو الإسم المخصوص هذا هو المخصوص وهنا هذا هو المخصوص فهنا جاء معرفا بالإضافة فنقول وهو مضاف والقسم مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره بما أنه لدينا مبتدأ ماذا ينقصنا خبر فمجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثاني من لاحظ الإعراب بسيط جدا فقط ينبغي أن تركس إذن هذه الطريقة الثانية إما أن يأتي معرفا بالمخصوص إما أن يأتي معرفا بالإضافة نحن تلاميذ القسم نحن فلاحو المدينة نحن إلى آخره نحن معلمي معلم عفوا نحن معلمي المدرسة فتلاحظ هذا يعني دائما يأتي المخصوص إما معرفا بالإضافة رأينا كيف نعربه وهو مضاف ثم مضاف إليه ثم هذا دائما ممتدأ والآخر خبر والطريقة الثالثة وهي التي ينبغي أن تركز معي فيها وهي أن يأتي لفظ أيها وإيتها ها يا إما موصوفين أو يأتي بعدهما بدل ها سأنسح هذا وننتقل إلى المثال الأخير في قولنا قد يأتي المخصوص لفظ أيها وأيتها ها يا إما موصوفان أو يأتي بعدهما بدل كيف ذلك خذ معي هذا المثال أنت أيها الرجل أنت أيها الرجل ماهر أنت أيها الرجل ماهر هذا لفظ أيها وأيتها كيف نعربه أولا هل هذا أسلوب اختصاص نعم لأن فيه الضمير مخاطب ثم فيه المخصوص لهو أيها الرجل ثم فيه خبر هو وتتمة الجملة والخبر جزء المتم الفائدة نأتي إلى الإعراض ما إعراض أنت أنت ضمير منفصل مبني على الفتح منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أيها أي اسم مبني على الضم في محل نصب على الإختصاص بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني هذا إحفظ اسم مبني على الضم في محل نصب بفعل محذوف وجوب تقديره أخص احفظ هذا فقط أينما جاءك مثال مثل هذا فإن الإعراض يبقى ثابت حين أقول مثلا أنتم أيها الرجال مخلصون أيها تبقى إعراض ثابت أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ أيض اسم مبني على الضم في محل نصب على الإختصاص بفعل محذوف تقديره أخص واله حرف تنبيه الح حرف تنبيه مبني لا محل له من الإعراض يعني عربها هكذا حرف تنبيه ويبقى إعراض ثابت حرف تنبيه ثم الرجل ما إعراض الرجل هنا احفظ ما في إعراض الرجل ينبغي للتلميذ أن يتنبه إلى قاعدة تقول الإسم المعرف بأل بعد أيها أو أيتها إذا جاء جامدا ما معنى جامد لا نستطيع أن نشتق منه من يشتق لي من أي فعل نشتق كلمة الرجل ليس لديها جذر لغوي وبالتالي هذا اسم جامد إذا جاء الإسم المعرف بأل بعد لفظة أيها وأيتها جامدا فإنه يعرب بدل لاحظة يعني باختصار هذا يسجيل عندكم إسم أيها وأيتها هكذا زائد إسم جامد فإن هذا الإسم جامد يعرب بدل مثل هنا أيها الرجل جامد نأتي إلى إذا جاء بعدها إسم مشتق فإنه يعرب نعت مرفوع بدل مرفوع ونعت مرفوع هذا باختصار لذلك ركز في هذه الحالة إن جاءتك في الاختبار ووجدت أيها في أسلوب الاختصاص فإنك يبقى العراب ثابت إسم المبني على الضم بفعل نحد في التخدير وخص الهاء حرف تنبيه ثم الإسم الذي بعد أيها كيف نعربه نعربه بدلا إذا كان اسما جامدا ما معنى جامد ليس لديه جذر لغوي ليس لديه فعل لا نستطيع أن نشتق منه لا اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا صفة مشبهة فهو اسم جامد مثل الرجل دائما أستحضر مثال الإسم المشتق سوف نأخذ هنا أنت أيتها الطالبة من طلب يطلب فهو طالب وهي طالبة فهذا مشتق إذا جاء مشتق يعرب نعت أو صفة مرفوعة وسنرى ذلك هذا يسجيلها فقط سأمسحها إذن الرجل يعرب بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وقس على ذلك ستجد أن هذا الإعراب يبقى ثابت أنت أيها الفلاح أه يعني لكن هنا سستغير فقط الإعراب نلاحظ يعني باختصار إذا جاء أسلوب الإختصاص فيه لفظة أيها وأيتها وعرفت أنه أسلوب اختصاص مثل هذا فما هو إعراب الإسم بعد أيها وأيتها يقول تقول القاعدة الإسم بعد أيها وأيتها إذا كان جامدا يعرب بدل وإذا كان مشتقا يعرب صفة أو يسمى نعت فقط نأتي إلى المثال الآخر قال هنا أنتي أيتها الطالبة محترمة أنتي ما يعرب أنتي هذا هذا المثال أنتي أيتها أيت لوحدها والها لوحدها الطالبة الطالبة هنا فقط لم أشر لكم فقط هذه ماهر تعرب خبر خبر مرفوع خبر لماذا خبر المبتدأ أنت فقط الطالبة محترمة هاي الآن أعرب معي أنتي ماذا قلنا عنها ضمير منفاصل منفاصل مبني على الكسر مبني على الكسر على الكسر في محلي ورفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ أية أية اسم مبني على ماذا على الضم في محل نصب على الاختصاص في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف محذوف تقديره أخص تقديره أخص يعني إحفر الها ماذا قلنا عن الها حرف تنبيه حرف تنبيه الطالبة ماذا قلنا بعد الإسم الذي يأتي بعد أيها وإيه إذا كان مشتقا يعرب صف إذا كان جامدا يعرب نعت الطالبة طالب يطلب فهو طالب وهي طالبة هذا مشتق فنقول مباشرة نعت مرفوع نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره محترمة معرب محترمة لا تمسى أنه عندك مبتدأ في الأول فمحترمة هي خبره أنت محترمة خبر مرفوع خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أسلوب الإختصاص هذا هو باختصار أتمنى أنكم قد استفدتم واعذرون على رداءة التصوير لأنني أعرف أن حركية في الصورة دائما أذكر سأحسنها لأنه لدي خلل في الكاميرا فنحن نتعب يعني من أجلكم فقط يعني أتمنى أن تصلكم هذه المعلومات الصحيحة وأن تتابعوا القناة وأن تنشروها في سبيل الله حتى تعوم الفائدة لجميع أسلوب الإختصاص أنه كأن جملة اعتراضية يمكن استغناء عنها لاحظ أنت أنت أيها الرجل ماهر أنت ماهر احذفها تستطيع كذلك هنا أنت أخصك أيها الرجل أو أنت مخصوص من بين الرجال هذا هو المعنى أتمنى لكم توفيق تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا